أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم أعزائنا المشاهدين المتابعين معانا على القناة وكمان أهلا بكم أعزائنا المشاهدين اللي لسه بيشوفوا القناة ولقاءتنا الأول مرة وبنرحب بالجميع ونقول أسعد الله منامكم إن شاء الله سبحانه وتعالى النهاردة في لقاءنا مع بعض هتكلم عن تفسير رؤية جديدة من الرؤى في المنام والنهاردة هيكون معانا في لقاءنا تفسير رؤية شخصية مشهورة في الواقع وزي ما بنقول كده كل مرة على عجالة إن المشاهير كتير منهم أطباء وفنانين وإعلاميين ولعبة كورة وكتير هيكون معانا النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى رؤية أو تفسير رؤية أحد الفنانين وهو الفنان يحيا الفخراني في المنام وهو الاسم الواحده بيدل على بشرة خير من غير تفسير لإن اسم يحيا له معاني كثيرة في تفسير الرؤى أما اسم الفخراني فإن قسمناه فهيبقى قدامنا قسمين الفخر وآني اللي هو قادم أو اقترب وأظن إن كده واضح شوية إزاي هيكون اعتمدنا على تفسير رؤية الفنان يحيا الفخراني في المنام اللي أظن إنها رؤية جميلة لصاحبها إن شاء الله بس أهم حاجة إن الفنان يحيا الفخراني تكون رؤيته في المنام إن هو يكون مبتسم وسعيد وفرحان وما يكونش زعلان وخصوصا من الرأي وبرضه يكون في ملابسه في الرؤية جيدة في المنام والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله دائما منامكم طيب ونبدأ ونشوف مع بعض أول رؤية للفنان يحيا الفخراني في المنام وهي إن أي رجل متزوج وليس له أبناء في الواقع وكان بيتمنى من الله سبحانه وتعالى الإنجاب وإن زوجته تحمل ويكون عنده أبناء وشاف رؤية في المنام الفنان يحيا الفخراني وكان مبتسم للرأي فإن شاء الله سبحانه وتعالى دي دلالة للرأي بقرب حمل زوجته وكمان إن شاء الله سبحانه وتعالى يكون المولود ذكر كما قدر الله سبحانه وتعالى لإن إحنا ما نقدرش نجزم إن المولود يكون ذكر أو أنسى لإنه في علم الغيب ولكن هي بتبقى دلالات ونقول كما قدر الله سبحانه وتعالى وكمان نقول برضو ان المولود هيكون انسان كويس جدا جدا في حياته لما يكبر وهيكون ليه مكانة عالية وجيدة في المجتمع في الواقع ان شاء الله سبحانه وتعالى وكمان برضو نفس الرؤية دي للمرأة المتزوجة وان شافت رؤية في المنام للفنان يحيى الفخراني وكان الفنان يحيى الفخراني مبتسم ليها بس هنزود هنا في الرؤية دي ان الزوج يكون معاها في الرؤية وان الفنان يحيى الفخراني بيبتسم ليهم هم اللي اتنين والله سبحانه وتعالى ادراه واعلم واسعد الله دائما منامكم طيب ونشوف مع بعض برضو ان اي انسان في الواقع مريض وشاف رؤية في المنام الفنان يحيى الفخراني وكان الرأي ده او الانسان ده المريض شايف ان مرضه صعب جدا وممكن يؤدي الى وفاته طبعا في الواقع وطبعا بعد الشر عن اي حد من الناس كلها والرأي لما يشوف الفنان يحيى الفخراني في المنام بمظهر كويس وبملابس كويسة وشاف برضو ان الفنان يحيى الفخراني هو الطبيب اللي بيعلقه وكان الفنان يحيى الفخراني مبتسم للرأي في المنام او بيقول له ما تخافش من المرض او بيقول له مثلا انا معاك على طول مش هسيبك فديه دلالة للرأي على شفاءه من المرض وكمان تعفيه وان جسده وصحته هتعود اليه تاني احسن وافضل من الاول وانه وانه هيعيش حياته بصحة جيدة في الفترة القريبة والله سبحانه وتعالى قدرة واعلم واسعد الله دائما منان مكرم. طيب ونشوف بقى الفتاه العزباء ونقول ان الفتاه العزباء وان شافت رؤية في المنام ان فيه شاب في الرؤية بيتقدم ليها لزواجها وان فرحها على شخص معين وكان الشاب ده هو الشخص ده كان هو الفنان يحيى الفخراني يعني هو اللي كان عرسها في الفرح او هو اللي بيتقدم لها كان في صورة الفنان يحيى الفخراني فدي دلالة ليها انها ان شاء الله سبحانه وتعالى ستتزوج من شاب ليس له مثيل في اخلاقه من حيس عروها ومن حيس اخلاقه وكمان ان الشاب اللي هي هتتتزوج منه هيكون انسان صاحب مال وكمان هيكون صاحب عزة وشرف ومكان عالية في المجتمع وانها كمان هتعيش معاه العمر كله سعيدة وفرحانة وفوق كل ده فرحها من الشاب ده قرب واقترب ونقول لها مش بعيد لان الفخر قاني يعني اقترب طيب ونشوف ان الشاب الاعزب وان شاف رؤية في المنام انه بيتزوج من فتاة وكان والدها في المنام هو الفنان يحيى الفخراني فدي دلالة ليه انه سيتزوج من فتاة ذات حسب ونسب وبنت اصول وكمان من عائلة غنية وانه سيسعد معاها طول حياته وكمان برضو دلالة ليه على ان معاه تفرحه قد اقترب وانا والاسم بيقول الفخر اني الفخراني الفخر اني والله سبحانه وتعالى ادره واعلم واسعد الله دائما منامكم ونقول ان في الواقع ان الحزن دلالة على موت الفرحة والفخر دلالة على توقف الحياة والهم والقرب دلالة على عدم القدرة على التصرف واتخاذ القرارات الصحيحة وطبعا كل ده في الواقع وبالتالي ان اي حد بيعاني من الحزن او بيعاني من الهم او القرب والفقر والديون وبيعاني من اي مشاكل في الحياة وشاف رؤية في المنام الفنان يحيى الفخراني وكان الفنان يحيى الفخراني بمظهر كويس ومبلابس جيدة وكان مبتسم للرائي وسعيد فديه دلالة للرائي ان كنت حزين في الواقع وماتت الفرحة فان الله سبحانه وتعالى سيعيد اليك الفرحة مرة اخرى ويتبدل حالك من الحزن للفرح وان الله سبحانه وتعالى سيحيى الفرحة مرة اخرى في قلب الرائي وكمان هتكون الفرحة دي هتعوضه عن اللي فات هتعيد لي كل مباهج الحياة وهتسوير اموره مرة تانية زي ما كانت وكمان افضل من الاول وان الرؤية بيها برضو بشرى للرائي بقرب زوال الاحزان وتبدلها للافراح لان الفخر اني او الفرح اني طيب ونفس التفسير للمهموم والمقروب وكمان للفقير فرؤية الفنان نيحية الفقراني للرائي اللي بيعاني من كل ده في الواقع دلالة ليه على احياء الفرج وزوال الهم وكمان على قدوم الرزق والخير والاموال للفقير واستبدال حالة الفقر اللي هو فيها ليعيش حياة كريمة دون الاحتياج لحد يسلفه اموال واللي يرضى يسلفه واللي ما يرضى يسلفه ويقول منين فيخلي الرائي في الواقع شاعر شاعر بالمذلة ولكن رؤية الفنان نيحية الفخراني في المنام جاية بتبشره بان الاموال جاية للرائي بسرعة في الطريق وجاية كمان تنتشل من الذل للناس علشان يعيش مرة تانية بين الناس بعزة وفخر وكمان الرؤية دلالة للرائي وبشرة ليه من ربنا سبحانه وتعالى بان الفرج والاموال قريبة جدا جدا وجاية بسرعة جدا وليست ببعيدة ولكنها آنية والله سبحانه وتعالى اضره واعلم واسعد الله دائما منامكم وتمام كده اشكركم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة